هو عفتتاح فين مش المفروض في بناء الدولة يا عبده يكون عندك جهاز اطفاق على مستوى عالي يعني ان شفنا طيارات مصرية بيقولك راحت سهمت في اطفاق الحراء في الكيان اسرائيلي حصلوا نلاقي بيه ونتنياه وشكرهم وقف مع الراجل المصري وشكره طيارات الاطفاق فين هنا نفيش طيارات اطفاق فالافتاق تقول لهم اذا رأيتم الحريقة فكبروا فان التكبير يطفقه صحيح لو كان ده حديث للنبي صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن بذلك لكن كمان اذا رأيتم الحريق فشغلوا المطافي واذا رأى المسؤول الحريق فشغل الطيارات واذا رأيتم الجائعين فلا تقولوا لهم ادعو الله ان يرزقنا وحسب لكن اطعموا الجائع اطعموا الجائع اطعموا الجائع وقروا العطشان لان دي مسؤولية الدولة هادي الافكار البالية في رمي الحمل على المواطن دائما وتحميله المسؤولية خاطئة مفيش مسؤول في الدولة تكلم عن الموضوع ده يعني كلام مهم لا اسمعنا وزير الداخلية لا اسمعش وزير الداخلية قبضة على خلية ارهابية وخلية تانية خلية نحل اعدامات وقضاباس وطبعا انا مبارح كنت بشوف احد يعني عابرا كده جايبين الصور بتاعت الناس وهي بتعبل تا ده ونسيت الموزيعة تقفل الصوت ولا المخرج ساب الصوت والصور شغالة هم عملين يشتموا في الشعب وانا قلوم الشعب قلومه انه يعمل كده لكن هيعمل ايه ده يقولك ان البلد على الحافة لو حصل اي تطور هيبقى اخطر تدهور الناس مش هتسيب محل مش هتسيب مكان ده اشارة ده اشارة بالغة الخطورة يمكن في في سبعة وسبعين اظن في انتفاضة يناقل سبعة وسبعين وانا شاركت فيها يعني حاجة سيارة كده يعني بشيت لحد اول الشارع على كبرى اقرابي ورجعنا من الضرب يعني في سبعة وسبعين كان الناس بتروح بتروح عند اماكن الاغنية يعني اللي هي الايه محلات تجارية الفخمة وناس راحت على المخابز الناس دي بتروح فيين الشعب اللي انت بتقول عليه مبسوط وعنده فلوس هو نفسه اللي راح ياخد حقه بايده الظاهرة دي ما تمرش عن ناس تماما زي ظاهرة او ما حدث في انتفاضة عشرين سبتمبر لو اتيح للشعب الفرصة انه يخرج يعبر عن غضبه هيخرج وكل ما بيتأخر في الخروج او انت بتأخره بالضغط عليه كل ما الكلفة بتبقى اعلى انا ما كانت كلام محايد جدا وعلم اجتماعي جدا مفيش ضغط على الشعوب يا معلم الا وبينتهي بكوارث كبيرة جدا عندك تشيلي عندك اه السلفادور لا اه تاعت ايفو موراليس اللي استخال من يومين بوليفيا رغم ان هو راجل جاي شعبي ومش عارف ايه الشعوب لا تقبل وعندك الاحداث اللي حصلت في تسعة وتمانين وترك عليها وانهيار الجدار الشرقي والمنظومة دي كلها وعندك 2011 لسه موجودة وعندك 2019 في العراق وعندك 2019 في لبنان وعندك 2018-19 في السودان وعندك 2019 في الجزائر وعندك 2019 في تونس اشعوب تعبانة تتحمل لكنها اذا اطيحت له وانا بشوف انه دي دي حقيقة ما حدث في ايتي البرود هو الغضب الشعبي الذي يجد فيما تملكه الدولة ولا يستطيع ان يفرق بين الدولة والسلطة مغنم لانه انتم حرمتوا من حقه بتدفعوا ضرائب ليل نهار على الصبونة يا راجل على فرشة الاسنان على معجون الاسنان واحدة نازلة من دولة خليجية الراجل يقول لها معاك ايه قلت له معاك ايه ابنه انا معاك عباية تلات اربع عبايات لأختي وابنتي قال له ايه كمان بص في كيس اللي في ايديها هتلاقى فيه شوكولاتة قال له لا انت هتتفاعل حاجات اللي معاك دي انت معاك مش عارف ايه معجون وكريم كريم والله كريم كريم بشرة يعني هتتفاعل ما تجيبها حاجة حلوة بتاع الجمارك والله العظيم حاجة حلوة حصلت معاك ديني حاجة حلوة قلت له يا اخوة ماشي على شوكولاتين ههم خدها طلقت له شوكولاتين مش انتتهم خدهم المعلم ده ده بتاع الجمارك ده بتاع الجمارك ده يعني الفساد في اسوء صوره ان الموظف العام ده لا يخدم الدولة بيدغط على المواطن التاني عشان يحصل على منافع شخصية والمواطن مخلوق مخلوق بيدور على اي حاجة اي مصلحة والامن ضغط ضغط الكلام ده كله بيوريك ايتي البروت وهي صورة مصغرة لما يمكن ان يحدث اذا ما ازدادت ضغطه على الشارع المصري لا اتمنى انه المواطنين يعملوا كده لانه هو ما يجبش السلوك بتاعنا يكون كده الحقيقة احنا شعب برضو متحضر احنا شعب لما حصلت الثورة في خمسة وعشرين هنا ما كانتش زي سبعة وسبعين ما حدش ماد ييده على محل في التحرير مادش ماد ييده على حاجة فمش معقولة ننحدر من 2011 ل2019 بهذا المستوى لكن مفهوم لانه انقلاب بيعمل كده بيضغط على الناس على الناس على الناس فست من اللي بتشيل الحاجات دي ولا سواء توك توك اكيد في امين شرطة عمال يقول له اباجني اباجني هذا ولا سواء مكروباز ظابط في المباحث وقول له وهات العربية وتعالى عمال لي مش ورين ولا اوكيل نيابة ما هو بيدفع يعيني من جيبه وبالتالي بيعتبر الانبوب ده خير من عمد الله زي ما السيسي بيعتبر مناجم الدهب والرخام طبعهم ما حتش عرف عنا حاجة لاي حال قصة مؤلمة لكنها موحية ومعبرة تمنى الرحمة لللي ماتوا ولا ولا رحمة لللي دفع الشعب ان يتسول قوته ويبحث عن شوية جاز ولا غاز ولا شوية نتزيل